حسنا أنه مهم أن نشجعوا التوينسا المقيمين بالخارج مواطنين بالخارج أنهم يرجعوا لتونس ويستثمروا زيدا في تونس ونسهلو لهم يعني مهم برشا أنه نحلو لهم الآبواب والآفاق وما نسعبوهاش عليهم محمود وزيد أكثر من هكيا لأنه هما احنا حكينا البارح أنه التوينسا يساهموا بنسبة كبيرة في اقتصاد هالبلاد هذي شوف في ستة شهور قدش بعثوا عملة صعبة لتونس اللي كان مجيوش هما في هالظروف هذي الصعيبة اللي نعيشوا فيها ممكن رانا ما نقاوش بش نجيبوا دواء للتوينسا ممكن رانا ما نقاوش بش نجيبوا قمح للتوينسا ممكن أنه بش نلقاوش صعوبات كبيرة بش نسدوا الديون متاعنا شوف الدور اللي يلعب فيه التونسي اللي عايش البره زيد على هذا راو التونسي اللي عايش البره مش يصرف على عائلته اللي موجودة في فرنسا بركة هو هو يصرف على عائلته اللي موجودة في فرنسا وعنده على أقل أربعة خمسة من الناس في تونس يصرف عليهم يبعث لهم لأنه يعرف يعنيهم من البطالة يعرف اللي الإمكانيات بتاعهم محدودة أنا نذكر شكون من العائلة كان يبعث في الشهر مثلا تسعمائة ولا سبعمائة تورو بش نجم كل العائلة هذيك اللي يشري دواء واللي يقرأ واللي يشري حويش دوك يقوموا بدور كبير وكبير برشا ينزمنا إحنا نرجعو لهم شوية ما اللي قاعدين يعملوا فيه ملبي الأشياء وهذا شيء إيجابي جدا اقترحطوا الحكومة وينزمنا نشجعوها أنه تبشي أكثر كي مكان حاتب صحيح حكاية تلف سير هامة وممتازة راو وقت اللي يجي يحب يجي بكارهبة يحب يشيخ بكر كارهبة يحب يشيخ في بلاده يحب وقت اللي يجي يشري دار يلقى الامتيازات محلولة ما فماش علاش اليوم وقت اللي يمشي يشري دار في فرنسا يشريها في كانتو دان تيري متاع 1% زايد ولا 2% ما فماش علاش وقت اللي يجي له هنا تقاه يشري بـ 11 و 12% دار دوك ينزمنا لقاول مكانيات واللي مكانيزم بش نشجعوه أنه يزيد ويبعطوا التونس أنه يجيوا التونس أنه يقربوا أكثر من التونس حكاية تلف سير مهمة جدا حكاية الامتيازات الأخرى أنه ينجموا يشريوا سيارات مهنية بش يشغلوا بها لأنه هو ماش يعملوا يحل معمل صغير مثلا يحل امتي كوميرس يحل واحد مشروع مشروع لابد أنه تكون عنده الامتيازات بش ينجم ينجح كل مشروع هذيك وما يندمش ما يقولش ما ينزل بالنسبة للتواصل كل سواء عايشين في تونس ولا عايشين برا ما ينزمش نخليه حتى تونسي يقول اندمت اللي عملت حاجة في تونس ينزم يقول الحمدول اللي عملت حاجة في بلادي ونجح واضح نسلموا بارشة على مواطنين بالخارج اللي على قريب يروحوا لتونس إن شاء الله يا رب يتكون عطلة آمنة لهم مع عائلاتهم ومع صحابهم ومع حبيبهم وحنا نحبوهم يجيوا نحبوهم يتفردوا وينحيوا الوحشرة ومش سهل أنك تعدي عام كامل في الغربة بعيدة على عائلتك ترجع لعائلتك دونك من حقك إنك ترجع لتونس وتشبع خاصة من عائلتك نمشيوا للف